السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة هنعمل مع بعض الترسة او القرس بالعجوة او قرس الترس وهي شكلها بالشكل دوت ويبتقى محشية عجوة وانا في الفيديو النهاردة هقولكم ازاي يطلع معاكم معجنات هشة وخفيفة كده وجميلة جدا بتنجح معاكم من اول مرة وكمان هقولكو كمان من الاسرار الكتيرة جدا ان العجوة طرية جدا هقولكو كمان ازاي تخلوا العجوة ما تنشافش منكو او تحجر وتطلع معاكم طرية وجميلة بالشكل دوت يارب تشوفوا الفيديو ويعجبكم ما تنسوش لو اول مرة تشوفوني تفعلوا زر الاشتراك الزر الاحمر تحت الفيديو ولايك للفيديو لو عجبكم وما تنسوش تفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم جميع وصفاتي ويلا بينا نشوف المقادير معنا ونشوفها نعمل ايه مع بعض في الاول طبعا انا هكتب لكم كل حاجة المقادير كلها في صندوق الوصف هقولكو كمان بالكمية اقل من كده وكمان على الشاشة لما انتم شايفين احنا هنستعمل لنهاردة دقيقة ضوحة وكمان هنستعمل آآ سكر وخميرة وزيت ومية هنستعمل خمسمية جرام من المية او خمسمية ميلي من المية هنحط كل المكونات السيلة مع بعض اللي هو المية خمسمية جرام وكمان هنحط السكر والخميرة وهنحط الزيت وهنحط كمان رشة الملح هنقلبهم كويس جدا مع بعض لحتى ما كل المكونات تدوب والسكر والملح والخميرة طبعا اللي ما عندوش دي ممكن تدعجي على ايد بكل سهولة وهبتدي أقلبهم بالشكل ده عشان هتأكد كده ان كل حاجة دابت وكل حاجة آآ تمام بعد كده هنزل بآآ دي بداية كله وهبتدي آآ أشغاله على آآ سرعة آآ بطيقة لمدة ثلاث دقيق ولو طبعا بتعجيني بايديك هيبقى لمدة خمس دقيق عجل آآ متواصل طبعا عشان خطر العجينة آآ تعمل معاكي استراتش كده وتقدر آآ تتفرد معاكي وتبقى آآ هشة جميلة ودي اهم حاجة هو المكتعجيني العجين سواء بايديك او بالآآ شايفين بصوا العجينة المقدار المية نفس المقدار بتاع المقدار المية آآ مزبوب جدا شايفين بتطلع معاكو بالقوام ده كده هبتدي ألمها وبتلزقش هبتدي ارش رش بزيط بسيطة جدا وكمان هرشها من فوق الوش كده علشان ما تنشفش من فوق وهبتدي اغطيها ويأسيبها تخمر عبالبا ما نسيبها تخمر آآ هجي أوريكو بقى ازاي آآ نعمل العجوة بتاعتنا عشان ما تنشفش من مننا في الفرق طبعا آآ دي العجوة اللي احنا كلنا متعودين بنشتريها هبتدي افكها بالشكل ده وقطحها قطع صغيرة عشان اقدر آآ عجينها كويس بداية هحط عليها معلقتين من السمنة وعلشان تعرفي مقدار السمنة مزبوط مع العجوة ولا لأ اللي هو هتحس فيها ان هي آآ بقيت طرية كده في ايديك ما بقيتش نشفة بالشكل ده هو ده كده هيبقى مقدار السمنة مزبوط تدري تحطي معلقة وتقلبي لغاية ما تشربها وتزودي معلقة في معلقة لغاية ما تلاقي قوام العجوة معاكي مزبوط ابتديت احطها كده على الرخامة وبردك بتاعكها كلها كده بالشكل ده وهبتدي اعمل صوابع واجهزها علشان احشي بيها العجينة بتاعتي طبعا لو انت مش قادرة تعجينيها كلها مرة واحدة ممكن تغطي قطع كده كده صغيرة وتبديت تعجينيها برضك بيديك ما فيش اي مشكل جهزت كل الصوابع بالشكل ده وتقدرت اعملي طبعا آآ صوابع ارفع من كده آآ حسب ما انت حابة عايز عجوة زيادة عجوة ليلة تقدرت تعملي الصوابع حسب ما انت حابة العجوة تبقى فيها قدية طبعا العجينة خمريت معانا وبقيت زي ما انتو شايفين كده اقعدت بالزبط نص ساعة في التخمير هبتدي اجزأ كده العجين اجزاء عشان اقدر افرد واعمل كيور صغيرة تكون مقاس بعضة على قد ما تقدري تعملي كيور مقاس بعضية اول حاجة هبتدي افردها بالشكل ده عشان اعمل شرايح وبعد كده هياخد كل شريحة وابتدي اعملها قرره ولو حاسدين ان الشريحة كبيرة او تخينا في ايديك ومشي تبقى معساة بعضيها تقدر يتقط اسمية نصين طبعا بعد ما عملنا الكيور كلها بالشكل ده لازم برضك نغطيها وانسيبها تستريح عشان تتفرد معانا بكل سهولة كل ما تريح العجين بتتفرد معيك وما بترجعش تلمي تاني معيك طبعا استريحت وهبتدي افرد واحدة واحدة بالشكل ده كده كرة كرة وهبتدي احط العجوة فيها بالشكل دوت ونلم العجين وانطبقوا عليها بالشكل ده نعمله زي آآ رول كده وهبتدي آآ باديكي بتبتدي باديكي تعمليها رول بكافي الايد مش بالصابع ايديكي عشان بيطلع كلها مقس واحد وبتدي اقفلها كده بعد كده من الجنبي بالشكل ده ويبتدي بسكينة تكون حامية وبتبتدي اتقطعي قطعة آآ قريبة من بعضيها بالشكل ده كده وبعد كده بحطها في صنية مدهونة زيت خفيف جدا بشايفين شكلها نيجي بقى نشوف التقطية بتاعت الوش بتاعها نبتدي نحط في ضاية وهنحط عليها معلقتين من اللبن وشوية فناليا طبعا اللي ما بيحبش آآ آآ البيط آآ في المعجنات يقدر يستخدم آآ شوية مية ويضين بالوش ويحط ونحط السمسل ضربتهم كويس كده مع بعض وبعد كده هبتدي بعد ما سبتت برضك تخمر تاني لازم تسيبي العجين تخمر عشان تطلع عشا تاني تاني حاجة عشان تنجح معيك ان بعد ما بتقطعيها بالشكل ده بتغطيها وتسيبيها تخمر في الصينية هبتدي نغطيها كده بالبيط آآ اللي احنا عملناه هنغطي الوش كده والجناب بتاعته كويس وده اللي نون الدهبي الجميل جدا بالشكل ده كده وهبتدي اجيب شوية سمسم وهحطه فوق الوش طبعا حبي ما جار سمسم براحتك حبي تحطي سمسم آآ اختيارك حسب اختيارك بس انا حبيت عملها لكم نهاردة زي اللي فرام كده بالزبط زي ما بنجيبها من بره طبعا الفرن احنا مشغالينه على درجة حرارة متين وخمسين لازم يكون سخر جدا آآ يعني آآ لو انت فرن كيفوش درجات حرارة سيبيه على اعلى درجة ويسخن وبتدخليها ما بتاخدش المغبوزات اي معجنات ما بتاخدش وقت خالص يدوبك خمس دقايق تحمر من تحت ومفوق احنا بنحطها تحت وفوق بنوالله شمعة بياخدش وقت طويل المعجنات لو قاعدت فترة طويلة في الفرن بتنشف منك فما بتاخدش وقت خالص مجرد ما يحمر الوش والدهر بتاعه بتبتدي تطلعي واول ما بيطلع بالشكل ده هو زي ما انتو شايفين كده ببتدي تغطيه آآ بفوتة آآ آآ رش عليها ميا من ادي ميا يعني بالبخاخة كده تترشي على على الفوتة ميا وهنبتدي نغطيها سانا حابة ورها لكم الاول هي سخنة جدا هبتدي اغطيها بفوتة من الده زي ما انا قلت لكم او ممكن ترشي عليها ميا بس انا انا بفضط له ان يفوتة من الدهية ميا كده تكون يرش عليها شوية ميا وتبتدي تغطيها سيبها بالزبط آآ آآ اربع دقايق وبعد كده آآ بتكلها بقى الفهنة ليه بيحط الفوتة وليه بنسيبها علشان آآ يتديها التراوة اللي بتبقى بردك موجودة بره ولا اللي بتبقى على بتبقى فش كده المغبوزات هورها لكم بقى بصوا بقى الحركة دي مهمة جدا 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 بصوا شايفين بصوا تحسوا ان هي قطنية جدا كأن الجايبها من بره بالزبط طعمها ورحتها مش قادرة اوصف لكم اتمنى الوصفة تكون عجبتكم لو الوصفة عجبتكم ما تنسوش شير كتير عشان تفيدوا بياه ناس كتير واللايك للفيديو لو عجبكم وما تنسوش تفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم جميع وصفات دي واشوفكم دايما في وصفة جديدة بازن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته